موسيقى السادسة بتوقيت ترابلوس اخر الاخبار من قناة الليبيا الفضائية اهلا بكم مشاهدين الكرام اعلن مصدر عسكري ان حلف شمال الاطلسي الصليبي قصف امس عددا من المواقع الخدمية والانتاجية والسكنية بمنطقة الفرناج بترابلس وافاد المصدر بان القصف استهدف سوق الخضار بالمنطقة ما ادى الى اتلاف الخضروات وتدمير المحلات وعدد من سيارات المواطنين كما تعرض مرفأ ترابلوس للصيد البحري لقصف مماثل نتج عنه اصابة عدد من الصيادين باصابات بليغة وتدمير عدد من القوارب وبعيدا عن ترابلوس قصفت طائرات الناتو امس مقر امانة المؤتمر الشعبي لمدينة الخمس ما تسبب في تدمير المبنى المدني بالكامل هذا فيما تعرضت عدة مواقع مدنية بمدينة تيجي لقصف مكثف استهدف مقر المعهد العالي للمهن الطبية وعددا من المنازل من بينها منزل المواطن معاوية الصويع الذي تقيم فيه اسرته هذا وذكرت صحيفة ديليستار بريطانية اليوم ان طيارا بارزا في سلاح الجو الملكي البريطاني اعتنق الاسلام وانتقد الغارات الجوية التي تشارك فيها بلاده ضد ليبيا واضفت الصحيفة ان الطيار جويل هيوارد البالغ من العمر 47 عاما هاجم الحملة العسكرية التي يشنها حلف شمال الاطلسي في ليبيا كما شكك في مصدقية الاساس التي قامت عليه هذه الحملة هذا ونقلت الصحيفة عن هيوارد مهاجمته لمنظمة الامم المتحدة بسبب القرار الذي اصدرته بشأن ليبيا الذي اعتبر انه سيؤدي الى غياب الثقة بين الدول الاعضاء فيها في طرابلس التقى عبد المجيد المنصوري امين الاتحاد العام لورف صناعة والتجارة والزراعة صباح اليوم مكسيم مكسيموف القائمة بالاعمال الروسي حيث شدد المنصوري على اهمية دمج المصالح الليبية الروسية موضحا ان الاساس في تفعيل التعاون في باقي المجالات الاجتماعية والسياسية وغيرها واشار المنصوري في الاجتماع الى مقترحات الليبية للطلب من الفعاليات الصناعية الروسية اقامة مصانع استثمارية لانتاج الزيوت النباتية والعلاف والادوية ومستلزمات المشتشفيات يذكر ان المنصوري سيقوم بزيارة عمل الى روسيا بداية الشهر القادم طبعا تبحتنا في اهمية المساعدة في تقديم الغداء والدواء ومستلزمات المشتشفيات واحتمال تبادل الخام بالبنزين وعدة امور اللي هي الحقيقة يسمح بها قرار الامم المتحدة حتى وان كنا نراه جائرا ولكن نحترمهم نحن في الدولة الليبية نحترم القرارات التولية لتصدر حتى وان كان صدرت ضدنا قيمت مساء امس بمقر المجلس الوطني للشباب بترابولوس ندوة علمية لمناقشة مشروع دستور الليبي بحضور عدد من المثقفين والحقوقيين والسياسين حيث تم خلال هذه الندوة طرح البنود الاساسية لمواد دستور الذي سيتم اقراره من قبل الشعب الليبي عن طريق عرضه على المؤتمرات الشعبية الاساسية وقد قدم المشاركون في الندوة شرحا وافيا للمواد المواردة في الدستور والاطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها من خلاله وذلك بما يكفل العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والحريات في ليبيا أولا شكرا لكم على هذا الاهتمام لمتابعة عمال هذه الندوة طبعا مشروع الدستور هو مشروع انجز من حوالي سنة تقريبا وضع كمشروع للمناقشة الشعبية وطبعا موضوع كبير كهذا يجب ان يناقش اولا في رأيه على مستوى الفعاليات الفكرية والثقافية بقصد خلق ثقافة يعني تساعد جماهير المؤتمرات الشعبية على مناقشة اكثر وعيا هذه الندوة التي ينظمها اليوم المجلس الوطني للشباب هي حلقة تحاول يعني ان تثير هذا الموضوع اولا وان تعطي خلفية واضحة لجماهير المؤتمرات الشعبية حتى تضع وتناقش هذا المشروع بوعي كامل كما تعرف يعني الدستير ليست كالقوانين العادية توضع باستعجال ولكن توضع على مهل وبتأني القى دكتور رجب ابو دبوس مدير عام المدرج الاخضر محاضرة فكرية الليلة الماضية بترابلوس تحت عنوان ابعاد ودوافع العدوان الصليبية على الجماهيرية وقد تابع هذه المحاضرة التي تنظمها شعبة التثقيف بمكتب الاتصال باللجان الثورية حشد من اساتذة الجامعات والكتاب والمثقفين والمهتمين بالمجالين الفكري والسياسي وأبرز المحاضر العديد من النقاط التي كانت وراء عدوان دول حلف التحالف على ليبيا دول التحالف على ليبيا عفوا مسلطا الضوء على المؤامرة التي حيكت خيوطها منذ أمد بعيدة ووصف ابو دبوس ما يحدث في ليبيا بأنها محاولة انقلاب من قبل عصابات مسلحة مدعومة من قبل عدوان صليبي تحرك أطمع في النفط الليبي وموقع ليبيا الاستراتيجي واستثمارتها في الخارج سوف تخرج ليبيا من هذه المحنة أقوى مما كانت دروس مرة مستوعبة دروسها أما الذين أرادوا إضعاف القذافي فإنهم هكذا زادوه قوة ورسوخة أنا أقول لك مغبيا هم يبقوا يضعف القذافي أغبيا لأن بهذه الطريقة بالحكس زادوه قوة وزادوه رسوخ حتى في العالم الآن جعلوا منه أسطورة لجنت ما حاش معامر القذافي الشخص الآن أسطورة شي قفارة أسطورة الآن عمر مختار أنا متوقع أن اللي بيلان ينظروا إلى معامر أنه عمر مختار حي هذا عمر مختار زمان اللي كان يقاتف السمار أهو الصليبي متى زمان أهو عمر قاتف الصليبي متى اليوم جميع السيئات والسلبية تنتسى فأغبيا بالحقيقة وتقول لي ذكاء لسخبارات المتاحة أقول لك بالعكس أغبيا أرادوا إضعافة عدى واجهوا بالقوة العسكرية وبالتأمر زادوه قوة ورسوخا تم صباح اليوم بمدينة الخمس الاحتفال بتخريج الدفع الأولى من المتدربات على السلاح في جحفة لخميس أبو منيار القذافي بمنطقة سوق الخميس حيث تلقت المتطوعات ضمن هذه الدفع تدريبا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأعلن خلال حفل التخرج استعدادهن التام للموت دفاعا عن ليبيا وعن القائد معامر القذافي وتمسكهن باللحمة الوطنية لليبيا ورفضهن لوجود عصابات الخيانة والعمال فوق ترابها أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مقابلة تلفزيونية بثة تلفزيون الموريتاني مساء الجمعة الماضي أعلن أن بلاده لن تعترف بمجلس الخيانة والعار الذي يقود العصابات المسلحة في المنطقة الشرقية مؤكدا أن هذا المجلس لا يمكن أن يحل محل الشعب الليبي وأنه لا بد من إيجاد حل سياسي لتسوية الوضع في البلاد يذكر أن ولد عبد العزيز استقبل الشهر الماضي عبدالإله الخطيب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وصرح بأنه يتفق معه على ضرورة زيادة التنسيق بين مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل سياسي للأوضاع في ليبيا عقد ممثلوث نتائي عشرة جمعية ومنظمة إسلامية اندونيسية اجتماعا بالعاصمة جاكرتا مع الرئيس الإندونيسي سيسوليو يوديونو وذلك لبحث تدعيات عدوان حلف شمال الأطلسي الصاليبي على ليبيا وقد حضر هذا الاجتماع وزراء الشؤون الدينية والقانونية والرعاية الاجتماعية والداخلية إضافة إلى رؤساء ممثلي جمعية نهضة العلماء الإندونيسية والجمعية المحمدية وجمعية الإرشاد وجمعية الوصاية ومجلس العلماء الإندونيسي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من رؤساء المؤسسات والجمعيات وأعضاء جمعية الصداقة الإندونيسية الليبية حيث عبرت الفعاليات المشاركة في هذا الاجتماع عن رفضها وإداناتها الشديدة لعدوان حلف الناتو على الشعب الليبي مؤكدين أن ما يحدث سبابه الطمع فيما يتمتع به هذا البلد المسلم من موقع استراتيجي وثروة نفطية مهمة إذن إلى هنا مشاهدين الكرام نصل بكم إلى ختام الأخبار شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة